عزيزي المشاهدين أهلاً ومرحبا بيكم في المسيح والحل النهاردة هنتكلم على إله التعوضات يلي ظهرك إنحنى تحت الظروف الصعبة وتملى قلبك بالحزن وحياتك مليانة بالألم اضطهضات بسبب تبعيتك للمسيح ولسان حالك إذا كان الرب معانا ليه جت لنا كل هذه المشاكل عايزة أقول لك المسيح في وعده إنه يكرم الذين يكرمون أيوة هو قال حاشة لي إني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون أيوة هيكرمة وحيعوضك عن السنين اللي أكلها الجرار ده وعد في العهد الأديم وكمان في العهد الجديد لما قال الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتاً أو والدين أو إخوة أو إمرأة أو أولاداً من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافاً كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية خلينا نشوف مثال المثال ده حيوريكوا قد إيه الله أمين في كلامه أيوب اتجرب ومحدش اسمه أيوب ما سمعش عن مشكلة أيوب وصبره كان عنده سبع بنين وتلت بنات كانت مواشيء سبع تلاف من الغنم وتلت تلاف جمل وخمسمائة فدان بقر وخمسمائة أتان يعني ثروة طائلة كل ده ضاع من عنده أيوب وكمان صحيته راحت يا ولداء لكن أيوب صبر على الألم واللي تقلم منه ما تكلمش على الله كلمة ضده يعني كان أمين لكن كانت النهاية تعويضات لأيوب من كل ناحية الكتاب المقدس رصد تعويضات الرب على أيوب شوفوا بقى أعطاه ضعف الممتلكات اللي راحت وعوضوا بعدد أولاده اللي فقدها الكتاب بيقول إيه وبارك الرب آخرة أيوب أكتر من أولاد وكان له أربعتاشر ألف من الغنم كان الأول سبع تلاف وست تلاف من الإبل كان الأول تلت تلاف وألف فدان من البقر كان خمسمائة وألف أتان كانوا خمسمائة كان عنده سبع بنين وتلت تلاف ثلاث بنات ادى له برضو السبع بنين وتلت تلاف في مثال تاني عشان بس أبأكد لكم أن الرب مش بيعمل كده مع شخص واحد هو أمين مع الكل واحد اسمه يوسف وطبعا كلنا عارفين يوسف الصديق يوسف الأبن اللي تظلم من إخواته ورموه في البير وكمان الظلم من إمرأة فتوفار أكيد كان اللسان حاله بيقول المفروض هي اللي تبقى في السجن مش أنا أنا اللي كنت بخاف من ربنا أنا اللي اتحطيت في السجن يوسف ما عاش في السجن سنة ولا اتنين يوسف اتحط في السجن مدة طويلة يعني اشتغل عبده دخل السجن لكن إله التعوضات عوض أمانة يوسف بأنه جعله الرجل الثاني في كل أرض مصر ربنا قال أعوض لابد أن يرد عليك ضحفين حيديلك واللي قال أعوض لابد أن يعوض بحسب غناف المجد أنا عايزة أقول لك لو عندك هم أو أي مشكلة إلقي همك عليه لا تخافش هو هيعتني بيك المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى